اشتركوا في القناة القمر الآن موجود في منزلة الشرطين وهنية منزلة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل حدم البدء بأي شيء جديد جيد العلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر طبعا رح يظل القمر موجود فيها هاي المنزل لغاية الساعة 24 دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر بما أنه موجود في برج الحمل معناته منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر أثناء التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكن أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفليمها بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24-2 يعني بسود شعور عام بالوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي تأثيراتها مستمرة لها نهاية هذا اليوم بتصيبنا حاليا من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه تجعلنا عصبي المزاج وبنرتكب الأخطاء وبنتهور وهذا الوقت غير صالح للشراكات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهي تأثيرها طيلة اليوم بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر طبعا دربت هاي الزاوية ساعة 49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية برضو بين القمر وبين عطارد وهي برضو تأثيراتها من ساعة الصباح ولغاية ساعة المساء ذروتها الساعة 11 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء التي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشراين والدم طبعا يجوز عمل عمليات صغرى يجوز مراجع الطبيب وأخذ علاجات ولكن كعمليات كبرى ما مننصح لهذه الأعضاء تحديدا أنه ينعمل لها عمليات كبرى ولكن بعض أعضاء الجسم ما في أي مشكلة يوصل اليوم بإجراء عمليات جراحية زي ما حكينا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحمل خلو المسار القادم يبدأ يوم الجمعة له يوم الغد 24.02 بيبدأ في تمام الساعة 27.21 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 28.28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة 16.14 دقيقة صباحا بصغير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة اليوم 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لأذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 منتحس اليوم برضو بنسبة 25% القمر في الحمل حتى يوم 24.02 سعيد الآن بنسبة 100% في ساعة الفجر بتصير سعيدة بنسبة 85% في ساعة المساء بتصير سعيدة بنسبة 45% عطارد في الدلو حتى يوم 2.03 سعيدة بنسبة 15% الزهرة في الحمل حتى يوم 16.03 سعيدة الآن بنسبة 15% في ساعة المساء بتصير سعيدة بنسبة 60% المريخ في الجوزة حتى يوم 25.03 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7.03 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23.03 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الأيام المميزة لكم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم القمر موجود عندكم فهذا رح يعطيكم طاقة ممتازة جدا ممكن تهتموا بمظهركم بتغييرات بتغيير الجو النفسية بأي شيء وهي تعتبر مرحلة انطلاقة لمشاريع جديدة تتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت اليوم طاقتك رح تعطيك كثير من المزايا حتى على المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يوم آخر ولغاية صباح يوم الغد بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم راحتكم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب زي ما حكينا لصباح الغد فعشان هيك بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى وممكن أي شخص يوعدك بشيء ما يوفي فيه خلال هذا اليوم أهم شيء انك تتجنبوا اتخاذ القرارات وتأكدوا من حجزكم لأنه ممكن تتفاجأوا بإلغاء أو سوء تفاهم أهم شيء ما تتخذوا قرارات حسمة خلال هذا اليوم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم النشاط الاجتماعي بيأوجه اليوم بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم شيء انك تكونوا مخلصين لصدقاتكم ووعودكم ممكن اليوم تحصدوا تأييد وممكن اليوم دعم أو مناسبة يعني عندك النشاط الاجتماعي في كثير من الأشياء الإيجابية لصالحك فعشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هاي الفترة برج السرطان طبعا التركيز رح يظل على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وعلاقاتكم بالمسؤولين اليوم بعطيكم فرصة ممتازة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل لأنهم يقدموا طلبات أو مقابلات واللي بيعملوا برضو بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وبإمكانكم اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بدون انفعالات بدون قرارات مرتجلة حاول تركز تدرس بشكل جيد راجع نفسك بعدين اتخذ قرارك وبفضل إنه مش بهاي الأيام الأجواء ما زال فيها بعض التعب أو التوتر لأن القمر بشكل زاوية تربيع مع برجك فهذا الشيء بيستنزفك وبيضغط عليك بشكل كبير فبدك تعالج الأمور بهدوء وحاول إنك تقدم أفضل ما عندك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا النشاط اليوم رح يكون رائع اليوم أخبار وأحداث قوية جدا رح تكون لصالحك اليوم تنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة العلاقات مع الأجانب الامتحانات الجامعية يعني أجواء بكل حتى عاطفيا ممتازة مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتمجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم إشي أنه ما تهمل واجباتكم ولو كثرت أو صعبت بتكون تنظموا وقتكم تفادي للتأخير حاول أنك اليوم تتقدم بكل جراءة وثقة إنه الأجواء لصالحك بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم صحيح أنه اليوم بيفتح لكم مجال فرص دعم مالي أو مكاسب مالية والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض وبإمكانكم اليوم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا اليوم بحاجة لكل الطاقة عشان تقدروا تنجزوا كل أعمالكم بشكل قوي أهم إشي أنه ما تخلي الأفكار السودة وغيول المتاعب إنها تركز عليك إنها تحبطك إنها تقلل من عزيمتك إرمي كل إشي وراء ضعرك وحاول إنك تنطلق وتركز على الأمور المالية وحلها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر موجود الآن مقابلكم تماما فعشان هيك بظل التركيز اليوم على أمور الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ويوم مناسب للمصالحات العاطفية وأيضا للتقارض العاطفي وما بيجوز إثارة المتاعب واتجنبوا الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا من الحوادث والأعداء لأنه رح يستفزوك ويحاولوا إنهم ينزعوا منك هذا اليوم فأنت ارمي كل شيء ورى ظهرك ما تسأل وحاول إنك تهتم بنفسك أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من الزملاء أهم شيء أنك تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ما فيه إشي بخوف على المستوى الصحي ولكن ممكن مراجعات أو فحصات أو اهتمام بصحة أحد الأحبة من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات عشان ما تشتغل عملين مع بعض وبعدين ما تقدر تنجزهم اتنين اليوم رح تكثر النشاطات عندك وممكن يكون فيه شيء ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل أو أحد الأشخاص اللي بيتعاونوا معك بالعمل برج القوس يوم من الأيام المنتظرة بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وأيضا حتى الأحبة اليوم بيرغبوا يتواصلوا معاك الظروف جيدة ممتازة جدا على مستوى الحوار والنقاش والإقناع والجمال وخفية الدم نشاط وحيوية عالي جدا بتميلوا للهو ترفيه عن النفس عندك اليوم رغبة بأنك أنت تستمتع بهاي الحياة حاول أنك تعيش هذا الدور حاول أنك تكون مميز غير من نفسيتك قصة شعرك لباسك هندامك اعمل أي شيء عشان تعيش هذا اليوم بجماله وتحصد منه من مكاسبه الحظ بيدعمك وأيضا اليوم ممكن بعض القلق على أحد الأحبة ولكن لأجواء إجمالا ممتازة برج الجديد ابترغبوا اليوم في إدخال تعديل على مسكنكم وتفاهم مع أفراد العائلة ممكن اليوم يكون عندكم مناسبة أو لقاء اجتماعي أو تواصل اجتماعي أو لقاء عائلي أو حفلة أشياء لها علاقة بالأجواء الممتعة العائلية فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الأفكار والهواجس اللي انت بتعيشها في تبادل زيارات في اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث عائلي حتى اليوم في مسألة اللي عنده عقار بده يبيعه أو اللي بده يستأجر بيت أو اللي بده يشتري بيت أو اللي بتاجر في هاي الأمور اليوم رح يكون فيه نتائج مذهلة لعائلهم برج الدلو ابتنشطوا اليوم في مجال السفر والاتصالات والأجواء ممتازة وممتعة ومنكم أشخاص اليوم ممكن ينطلقوا في مرحل مهنية للترويج لمشاريعهم بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم عندكم قدرة على الإقناع والحوار والنقاش والترويج يعني أنت اليوم يعني مبدع بكل معنى الكلمة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء عن الأحبة عن المعارف عزز الروابط اليوم أنت تمتلك سرعة يعني خيال رائع حتى للترويج اللي بيشتغلوا في مجال التسويق رح يبدعوا أو اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات أو عندهم اهتمام بالإلكترونيات أو السيارات اليوم رح يكون الحظ لصالحكم فعشان هيك لازم تستغلوا هذا اليوم بكل طاقتكم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي أو ممكن تسترد أموال بتعودلك أو تحصل على هدية بعض موليد برج الحوت ممكن يسمعوا خبر سار عن شيء كانوا بمتلهفين يسمعوا عنه أو بنتظروا وبيلعب قريب دور مهم خلال هذا اليوم في شيء بيتعلق فيك ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل أو تعالج الأمور بطريقة مختلفة فحاول أنك تعالجها بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية بشكل جيد اليوم رح تجد حلول كثيرة وتسويات كثيرة تتعلق في المسائل المالية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء